السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة فيه تجربة جديدة وشغل جديد اللي هو العوامل المؤثرة على عملية النتح احنا تكلمنا عن نتحة بالكده وكشفنا عليه وعرفنا ان فيه مية بتخرج من الثغور النباتات طب ايه العوامل بقى اللي بتزود او بتنقص اللي بتأثر على هذه العملية هنشوف ده من خلال استخدام معمل افتراضي المعمل افتراضي هيكون الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو ان شاء الله يلا على طول عشان نطبق يلا بنا المعمل افتراضي قدامنا هنا بنلاقي عندنا ثلاث عوامل اضاءة رياح وحرارة واربع نباتات بنختار اي نبات لو انا مش عايز النبات ده بختار نبات تاني اهو بجيبه مغرر اشده كده انا غيرت النبات واسم النبات بيطلع لي هنا خلاص جبت النبات ده حطته هنا اهو ده الجيرانين خلاص سبت النبات هنا طبعا ده متصل بمية بالشكل ده كده بحيث لما هيطلع بخار مية من هنا هيعوض النبات ان يسحب مية من هنا فاقدر اشوف الكمية اللي تسحبت وطبعا هي هتتسجلي هنا دي ضبعة الحرارة موجودة عندي وده الطايمينج بتاعي فاللي بيحصل ايه هاجيب اول عامل هاجيب الاضاءة بالشكل ده كده اول ما بضغط خلال ساعة الاضاءة هنا وارت كمية المية اللي طلعت من النتح كانت اثنين واربعة من عشرة طب هو كانت الاول كانت كام فاكرين نرجع تاني عشان نذكركم لو انا عملتي كده يبقى اول خطوة بقيس من غير اي عامل اللي هو الوضع الطبيعي الاضاءة الطبيعية والرياح الطبيعية والحرارة الطبيعية الجيرانيام ده او النبات ده بيفقد واحد واثنين من عشرة ميلي في النتح في الوضع الطبيعي في خلال ساعة لما اجي احط اضاءة كده اشوف اللي يحصل في خلال ساعة كانت اللمبة من المرة هي فقدت الضعف طب التفسير بتاعها ايه ان الاضاءة وجودها يبقى هنا المشاهدة بتاعتي زيادة كمية النتح يبقى دي المشاهدة الاستنتاج بتاعي كمية يبقى الاضاءة بتزود كمية الايه دي الاستنتاج ما هي لما المياة المشاهدة بتاعتي ان فيه كمية المياة اكبر الاستنتاج بتاعي يبقى الاضاءة بتزود النتح ده الاستنتاج التفسير بقى ان الاضاءة بتساعد ان الثغور الاوراق انها تكون مفتوحة وبالتالي بيخرج مية كمية مية أكبر يبقى ده التفسير طب لو شلت دي وحطت الرياح وعدت التجربة في خلال ساعة واحدة المروحة شغالة هي ألاقي أنه فقط 47 من عشر يعني كان 4 أضعاف من الوضع الطبيعي بتاعه يبقى المشاهدة بتاعتي زيادة كمية النطح في وجود رياح الاستنتاج بتاعي يبقى الرياح بتزود النطح التفسير بتاعي أن الرياح بتبعد بخار المية من حولين النبات وبالتالي يظل الجو حولين النبات كمية مية قليلة يعني بخار مية قليلة يعني أرطوبة قليلة فبالتالي تساعد على زيادة خروج المية فبتزود النطح ده العامل التاني العامل التالي الحرارة لما أجي أشغل بالشكل ده رحضة بصوا تتابعوها كده بقت 27 زودناها بصوا الكمية بقت قدية حوالي 5 أضعاف يبقى أيضا الحرارة يبقى المشاهدة بتاعتي زيادة كمية المية اللي خارجها في النطح في عامل الحرارة اتنين إن الحرارة يبقى الاستنتاج بتاعي يبقى الاستنتاج الحرارة زودة النطح التفسير إن الحرارة دي بتجفف بخار المية اللي بيخرج أول بأول فيظل الجو جاف حوالين النبات مما يساعد على خروج النطح متأسف على عملية النطح أو خروج المية لما يجي قارن ما بين التلاتة ألاقي إن التلاتة الإضاءة والرياح والحرارة زودوا النطح ولكن بدرجات متفوتة كان أعلاهم هو مين الحرارة درجة الحرارة العالية بتخلي النطح يحصل بسرعة كبيرة جدا وعشان كده ممكن يؤدي إلى وجود جفاف يعني في الأجواء الحرارة ممكن النبات يحصل له جفاف وذول الرياح بتزود بدرجة أقلهم هو مين الإضاءة يبقى إذن عامل الإضاءة عامل الرياح عامل الحرارة زودوا يزيدوا من عملية النطح من معدل عملية النطح مين أكثرهم الكده التفسير بيختلف الإضاءة ليه بتزود لأنها بتساعد أن الثورة تبقى مفتوحة فبتزيد خروج المية اللي هي عامل النطح الرياح بتبعد بخار المية من حوالين النبات فتخلي الجو دايما جاف فيساعد على خروج النطح الحرارة بتجفف بخار المية اللي موجود حوالين النبات فيبقى الجو جاف فتساعد على خروج المية اللي هو عملية النطح إن كنت أحسنت فمن الله وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء أو سمع المعمل الافتراضي حيكون الرابط بتاعه موجود أسفل الفيديو النشيط اللي عشان تغربوا بنفسكم وتستمتعوا بمعامل الافتراضي شكرا وإلى أن نلتقي في معمل جديد أو تجربة جديدة أو فيديو جديد أترككم في عائلة الله وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته